ميدانياً أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير الطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي صوب المملكة العربية السعودية وقال التحالف في بيان نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة طلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط وأضف التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين ولفت إلى إحباط كافة محاولات الميليشيات الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية